هكذا يستعد وهكذا يطلق محمد بهران مقاتل بساق واحدة ويد واحدة أيضاً حيث يشارك في معارك تحرير مديرية صرواحي بمحافظة مأرب مأساة اليأس لن تجد طريقها بالنسبة لمحمد إذ تدفعه الظروف إلى مواصلة الحياة بأي شكل من الأشكال والنظر بعيداً عن إعاقته بل وتقديم تعريف آخر للإعاقة من وجهة نظره ولكن المعاق من الحك إلى الباضل وإن كان الرجل يعود إلى محافظة عمران المحاذية لمحافظة مأرب شمالاً لكن عندما استدعته اللحظة للمشاركة فيما يخلد اسمه في صفحات التاريخ اختار محمد الإنخراط في صفوف الجيش الوطني لمواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية مواصلاً تقديم كل ما يستطيع القيام به اشتركوا في القناة